أشاد وزير الإعلام عمر الإرياني بالانتصارات التي يحاققها أبطال الجيش الوطني في جبهات محافظة الجوف وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنداء اليمن يسبأ نحيي بإجلال وإكبر الملاحب الأسطورية لأبطال الجيش الوطني في جبهات محافظة الجوف وتصديهم البطول للمحاولات الانتحارية التي تنفذها الميليشيا الحوثية منذ شهر الانتسال والسيطرة على مناطق في المحافظة لتحقيق انتصار إعلامي ثمن الإرياني الدور البطولي لمشايخ وقبائل وأبناء محافظة الجوف الشرفاء الذين انحازوا منذ اللحظة الأولى للشرعية وسند الجيش الوطني في معارك تحرير وتأمين المحافظة وتصدي المشروع الإيراني وأداته الحوثية ومزال حتى اليوم الصخرة التي تتحطم عليها أوهام الميليشيا في السيطرة على المحافظة كما ثمن الإيراني عاليا دورة حالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم وإسناد الجيش الوطني بمحافظة الجوف وباقي جبهات المواجهة مع الميليشيا الحوثية وأكد بزر الإعلام أن محافظة الجوف ستظل عصية على متزقة إيران وأحلامهم في المساس بأمن واستقرار المحافظات المحررة وتهديد أمن دول الجوار مشيرا إلى أن الجوف ستظل منطلقا لاستعادة العاصمة المختطفة الصنعة وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية ترجمة نانسي قنقر